اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقضي حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينا في يكناف عسمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحباب المروفة عاملين ايه؟ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى يالي وصحبيه وسلم ما شاء الله تبارك الله مفيش أحسن من الطبيعة والجمال الرباني الجمال الخلاب زي ما انتوا شايفين كده انت فين يا مروفة كده أنا كنا عند اختي كان زوجها تعبان وعمل عملية في عنيه فكنا رايحين نزوره وهي بيتها كده على الزراعة يعني جنب الاراضي الزراعية ما شاء الله تبارك الله حبيتش اشوف المنظر ده الواحدي حبيتش اشارككو الجمال والحلاوة والطعمة بتاعت الريف المصري وجمال الريف المصري والاراضي ما شاء الله تبارك الله حاجة تشرح القلب وحاجة تفتح النفل بتنسناش بقى في اللايك اشتركوا لسه مشتركش بقناتي اشترك في القناة بفعل زر الجرس عشان كل ما نزل فيديو يجيوا لقشعار بي شايفين ما شاء الله اه الواحد كده يطلح في البلكونة كده الصبح كده يفتح شباكو ويلاقي المناظر الطبيعية دي جميلة قدامه حتى ما شاء الله شايفين النخل اه البلح طرح فيه ما شاء الله تبارك الله حتى شوفه جميل اه وكنت فتحت لايف كمان وانا عندها وكنت منزل لالك ولايف ومصورة من البلكونة اه الصغير اللي قدامكو ده اه مسجد صغير كده على قده عشان الناس اللي تبقى في الاراضي الفلاحين وكده هم مشغلين لو الضهر ازن او العسر ازن بيطلعوا يشتروا فيه ويرجعوا يكملوا شغلون في اراضيهم تاني فهي الله بينا بقى نشوف لما رحنا عند اختي ده غدنا ايه كنوا زهقانين من اللحوم هم كمان واحنا كمان زهقانين فوانا جاي قالولي عد على بتاع الرنجة والسردين هتلنا معيك وانا حاسبك لما تيجي طالما ايه انتو جايين وكده قلتو رمالله احنا زهقانين من اللحوم وكده كنت هبط عن دمام وعملنا بقى الرنجة ودي تونة علشان خاطر اللي ما بيحبش الرنجة والسردين في حد ما بيحبهاش بيأكل التونة يعني عملنا بقى نضفنا السردين وخلناه وشلنا السفة كله منه وسيحنا الرنجة وخرطنا بقى ايه زي ما انتو شايفين كده طبق بالشطة والبصل طبعا اهم حاجة خله لمون وشوية ملح كده وشوية مية وبطاطس مهروسة بحتة زبدة كده وقطعنا بقى طمط ميتين على فلفلتين على خيارتين وعديت بقى على الفرن وانا جاي وجاي بالرنجة والسردين عديت على الفرن جيبت عيش سخن طازة جميل جميل عيش بلدي كان لسه والله طالع من الفرن واحنا معاديين كده وخدناه بصوا الرنجة دايبة دوب كده دايبة دوب والله يبكات جميلة وحاجة تفتح النفس يلا بقى حطوا لايك بقى للرنجة والسردين وتحرك شوفوا العيش عيش والله العظيم انا مرتيتش اطلعوا من الكيس عشان كان ندافي كده فقلت خليه دافي عشان لما نيجي ناكله يبقى لسه ايه حلوة وطارية يعني ما ينشافش مننا وعصرنا عليها لمون بقى زي ما انتم عارفين مرضناش بقى الرنجة احنا بنحبها كده بهذه الهيئة اه ما حبناش نقطحها ونخليها بصراحة كان خلاص الوقت متأخر اصلا اه كنا على عصر وكون فيه لمفترش فكنا جاعنين شايفيني لاش ما شاء الله تبارك الله اه جميل جدا فما نضفتش الرنجة يعني بصراحة اه انضفت السردين وخليته وقلت الرنجة سيح نغذي الصينية زي ما هي كده وقلت خلاص هنتغتى عشان اه لو فيه ضيوف جاية ولا ناس جاية ما بيجوش وقت الغدى يعني الظهرية ديت فقلنا قبل العشر نلحق عشان ناكل عشان لو حد جاي يزور يعني جزوختي تاني وكده نكون نضفنا الصفارة ونضفنا الدنيا اللي بقول لكم بقى ما تنساش تحطه لدي وطبعا ورا الاكلة دي لازم نحبس بايه كوبية الشاي المتين اه فيديو بسيط وفيديو صغير بس حبيت اغير لكم وحبيت اشارك كما اشارككم معايا اه يومي وكل سنة وانتوا طيبين وبالمدارس بتانيين المدارس ايجعت بقى وكده فربنا يقوي كل ام على اولادها وكل عباح لأولاده وربنا يعيننا ويعينكم اه طبعا بعد اكلة السفدين والبصل بقى والاخباطة دي لازم نشرب كوبية شاي مصبوطة عملنا الشاي وشربنا الشاي وكان هو دوت الفيديو معاكم اتمنى يا ربي يعجبكم واتمنى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زج الجرس عشان يوصل لكم ميني دايما كل جديد وشجعوني كده عشان اصور لكم فيديوهات جديدة وانتظروا مني فيديوهات وريفيوهات ان شاء الله اه في الفترة الجاية اه واكيد ان شاء الله للامام وباذن الله مفاجآت كتير على القناة واشوفكم في فيديو جديد باذن الله يلا واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس انتم ايه رأيكم في كوبايتان الشاي دول حتى عاملين للاولاد لانهم كانوا معنا فلازم بنعمل لهم شاي عشان ما يحصل لهمش اي حاجة نعصر عليه عصرة لمون كده للاولاد يطهرهم وكده يلا بقى شوفكم في فيديو جديد اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة حبابكم موروفة غديدة